موسيقى يعني محاولة انضمام العراق إلى هذه المجموعة هي بالتالي هو شيء إيجابي بالنسبة للبلد وبالنسبة للمواطن بصورة عامة اليوم المواطن يريد اقتصاد قوي يريد معيشة جيدة يريد خدمات جيدة هذا اللي يريد المواطن بصراحة فانضمام العراق إلى مثل هكذا مجموعاته ومثل هكذا أنظمة بالتالي هو يفيد العراق اقتصاديا ويفيد العراق على مستوى الاستقرار الاقتصادي وحتى مستوى الاستقرار المعيشي أنا أشجع الحكومة العراقية إذا كانت نواياها الصادقة أن تقطوا هذه الخطوات في تكوين لجان وخلايا من أجل أنه تبادر بالدخول إلى السوق وإلى المجموعات الاقتصادية هي كثيرة طبعا وهذا طبعا يصف في مصلحة العراق أولا وأخيرا العراق يحتاج إلى دول تستثمر هذا أولا في المجال الكعرباء الطاقة البناء العمار في كل شيء يحتاج العراق لذلك هذه خطوة جيدة أن العراق لازم يخلي قدم في هذه المجموعات الاقتصادية طبعا الضخمة ممكن تكون خطوة انضمام العراق إلى مجموعة سبريكس هي خطوة إيجابية على اعتبار أن العراق راح يتعاون مع دول أكثر بالجانب الاقتصادي راح يعزز التعاون الاقتصادي مع دول الأخرى مثل الصين وروسيا بالتالي راح يستفاد أيضا من فرص تعاون أخرى في مجال البناء التحتية مجال الطاقة وما إلى ذلك بالتالي راح يقلل من اعتماده الكامل على الاعتماد على المنتجات النفطية ومشتقاتها فممكن تكون هذه خطوة إيجابية العراق أيضا مؤهل للانضمام إلها كون العراق لديه العديد من المصادر الاقتصادية المهمة والمتنوعة مثل النفط والكبرية والفوسفات والمعادن الطبيعية أهلا بكم مجموعة من الدول العظمى تحاول كسر الهيمنة الغربية على النظام الدولي بطريق شائك وطويل تسعى من خلاله لإقامة نظام دولي أكثر توازنا وعدالة بريكس اختصار الحروف الأبجدية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لسنوات وحركتها تتسم بالهدوء النسبي في العلاقات الدولية لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتصل للتأثير الذي يخلق معادلة جديدة في الأقطاب الدولية مصر والسعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا آخر المنضمين فلماذا لا تفتح الأبواب أمام العراق؟ هل هي معوقات داخلية أو عراقي الخارجية؟ وماذا سيستفيد إذا انضم؟ وماذا سيخسر خلاف ذلك؟ أسئلة تطرحها الأطراف المختصة وتقف ضدها الجهات المسيطرة فماذا سيكون المصير؟ وكيف سيكون الحال؟ سؤال ننقله لملفنا الثاني حراك عراقي للتفاوض مع شركات عالمية لتشغيل رخصة الجيل الخامس بين التفاول بالجهود المبذولة والتأمل بالخدمة المنشودة فهل سيظهر الرقم خمسة على الهواتف وتصبح سرعة الانترنت أقوى من سابق العهد؟ أم أن الحديث ما زال مبكراً للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي والخوضي في مسار الذكاء الاصطناعي؟ أهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بجنابك دوتور بصراحة ووضوح شنو السبب الحقيقي والرئيسي لعدم انضمام العراق إلى مجموعة بريكس؟ وأيضاً نبذي فكرة للمشاهد حتى تصل الفكرة بشكل واضح ما هي مجموعة بريكس وما هو عمل هذه المجموعة وتأثيرها في المنطقة؟ تحياتي إليك وتقديري لمشاهدي القناة أهلا بجنابك بريكس محاولة من قبل مجموعة من الدول الكبرى لتكوين تكتل يخلق ثقل في المنظومة الاقتصادية الدولية بعد أن هيمنت لجريت سيفن الدول السبع الكبرى والتحالفات الاقتصادية الكبرى لتقودها الولايات المتحدة هذا التكتل يضم حجم سكاني كبير يضم دول معظمها ناشئة صاعدة مثل الصين، البرازيل، الهند بدأت تحقق ثقل في الاقتصاد الدولي ودائماً التنسيق ما بين الدول مرغوب يعني هذا أمر يعني يجب أن لا يعتقد دائماً أن إنشاء أي تكتل أو مجموعة هو خلق صراع ضد أخرى يعني هذا لازم يصير واضح بالاقتصاد ماكو مثل بالسياسة بالاقتصاد الواقعية هي التي تتغلب في الخيار عكس السياسة نوبات واحد صغير ون يظل يصيح بالسياسة ويحكي وهو يعني بالاقتصاد ما يقدر بالاقتصاد فلذلك هو هذا المجموعة على الرغم من أنه بعض الدول في البريكس مثل روسيا يعني تحاول تقود البريكس إلى حالة تخرجها من الوضع اللي هي بيت قاعدها صراع مع أوكرانيا محاصرة دولياً عليها عقوبات مقطوع عليها نظام السويفت احتياطياتها محجوزة فمن المؤكد أنها تستغل عضويتها يعني لهذا الجانب فبريكس تجمع مهم لدول صاعدة واعدة أيضاً وباقتصاديات جيدة خاصة الهند وصف شون تنعكس إيجابية هذه المجموعة على اقتصادات الدول المنظمة طبعاً وراء تجمع بريكس بنك عالمي بمئة مليار دولار هذا يساعد على التمويل ويساعد على ترويج المشاريع التنموية للميمبرز الأعضاء اللي منتمين إلى البريكس وبالتالي هذا العمل صحيح يحتاج له مدة طويلة ويحتاج له إلى جهود وإلى اتساق أكثر لكنه بالنهاية إذا استمر كتنظيم اقتصادي بعيداً عن السياسة أي كتكتل إنمائي كما هو يعني مخطط إلى بالأساس أنا باعتقادي لسنوات قادمة رح يأثر على اقتصاديات البلدان المنتمية إلى خاء التي تستطيع الاستفادة من التحويلات البينية جيد تخفيض التكاليف التحويل تستطيع الاستفادة من عملاتها أنه تصبح عملات مقبولة لعدد من الدول اللي تمارس معها تجارة دولية وتبادل أصول هذه دكتور أكو سعي للتخلص من الدولار بالتعاملات هذه البلدان أو الأعضاء المنضمة لهذه المجموعة شوف حتى هذه الدول ليش أنا أقول لك بالاقتصادة كواقعية مو مثل السياسة أحياناً نعم حتى هذه الدول لا تصرح بأنها تريد أن تتخلص من الدولار صحيحة تريد تنشئ الهكيان تريد لعملاتها أن تعمل لكن هي دول إذا اتجهت اتجاه سياسي أيديولوجي لمحاربة الدولار ستخسر لأنها الآن لا تمتلك مقومات أنه تستطيع الابتعد يعني الصين على سبيل المثال إدلت تريليونات دولار عندها أصول دولارية بالتالي من ينضرب الدولار هي أول من ينضرب لذلك حتى تصريحاتهم أنا أتابعها نعم والتصريحات المسؤولين بعيداً عن الإعلام هم لا يريدون هما يقول إحنا نريد أن تستقرت المعاملات بيناتنا أنه نطور البنك أنه ننشئ تكتل محترم يقوم على استهداف التنمية وتحفيز النمومة بيناتنا وتحسين الوضع التجاري فهم لا يصرقون أنهم ضد عملة صحيح يعني قد يلوح بوتين اللي هو أكثر المندفعين في تصريحات أحياناً سياسية بسبب أزمته الصين أكثر تحفظ نعم اليابان متحفظة جداً لا بل اليابان علاقتها بالولايات المتحدة علاقات ممتازة وكل الأعضاء الجدد اللي إجوا إلها هواهم ليبرالي السعودية ومصر وإثيوبيا عدا إيران كلهم هواهم ليبرالي دكتور هذه المجموعة هل تستطيع حماية أعضاءها من العقوبات اللي تفرض مثلاً الجانب الأميركي في حال فرض عقوبات على إحدى الدول المنظمة ليش يعني تفرض عقوبات يعني هي هاي الدول مثل ما أحكيت لك هاي الدول تعرف أنها منظوية إلى تكتل اقتصادي أهداف اقتصادية يعني تحرخ كان حمت الاتحاد أو روسيا من العقوبات روسيا مؤسسة لا بالهسل بجزن هي الاجتماع هذا الأخير حمتها تريد توفر لها شبكة بديلة للسوفت لأن سوفت معاقبة بي تريد توفر لها تصدير نفطها لكنه نفطها قع يصدر بأرخص الأسعار باعتقادي ماكو تكتل يحمي الدخول بصراعات سياسية لازم تنحسب الدولار اليوم يمثل 60% من السيولة العالمية يمثل أكثر من 70% من مكونات الاحتياط العملات بالعالم الولايات المتحدة 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تنتج يعني شوية قريبة عن كلها الدول فبالتالي أنا دائما أؤكد أنه في نماذج التكتلات الاقتصادية موضوع مهم والبلدان يجب أن تستهدف الانتماء منها العراق يعني جيد هو أنا يسأل أقول بعد انضمام إيران ومصر والسعودية والإمارات لهذه المجموعة شنو الأسباب الحقيقية اللي تمنع العراق من الانضمام لهذه المجموعة شوف أنت حتى تنتمي لازم يكون عندك الاستفادة باتجاهين يعني إحنا منتمين إلى البنك الأوروبي كعظم مراقب جيد صار لنا كم سنة إحنا عضو مراقب بالدبليو تيو منظمة تجارة العالمية لكن إحنا نشتغل خط واحد العراق العراق على يعني صعيد المنظومة الدولية التجارية هو يصدر النفط والنفط خارج إطار التكتلات النفط خارج إطار التكتلات يسعر باعتبار أنه الأوبك تسيطر على 30% ويسعر بالدولار فهو خارجه العراق ماذا يستطيع أن يعطي هذه المجموعة لكي يستطيع أن يستفيد منها العراق مشكلة التنويع تقف حائلا دون توسع علاقات الاقتصادية لكن من الممكن بناء علاقة ولا أعتقد أكو شيء يعوق ولا أكو قرار دولي ولا أحظ ضده إذا يريد ويتخذ القرار باعتقادي من الممكن لكن لازم تنحسب يعني منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال إحنا باشر إذا نصير أعضاء الآخرين سيستفيدون مننا ونحن إلا نستفيد منهم لأن إحنا مستورد صافي إحنا بس نستورد ندين بالتالي يعني ما رح نحقق الفائد الكامل مصر عند صادرات إيران دولة بها تنويع العراق ما زال اقتصاد خاليا من التنويع لكن هذا ما يمنع ضمانه ليستفيد من المصرف التنموي الكبير حتى وإن كان عضوا سيكون عضو غير فعال يعني ما يحقق حالة نتيجة انتماءة ما يحقق فوائد اقتصادية كما تحققها الدول الأخرى لأن أنت اليوم حتى تنتمي إلى كيان قوية يجب أن تكون قويا بذاتك أنا نحقق اقتصاد ما نحقق سياسة بالتالي الناتج المحلي الإجمالي اللي يعبر عن أداء الاقتصاد الكلي بها شاشة بالعراق وهيمنت القيمة المضافة من القطاع الاستخراجي نحتاج لنا تنويع لكن أكرر هذا لا يمنع من الاستفادة من هذا التكتل الواعد جيد دكتور إذا تسمح لي ينضم معنا عبر سكايب مدير مجموعة الخبراء لتكنولوجيا الطاقة والمعلومات الدكتور حسين البهادلي دكتور مرحبا بحضرتك أهلا بجنابك دكتور إذا تسمعني أسألك فيما لو انضم العراق لمجموعة بركس ماذا سيستفيد من الدول الأعضاء وهل سيستطيع تجاوز المعرقلات تفضل شكرا جزيلا ولما تفضل دكتور واضح وجديد يعني انضمام العراق ضرور على مثل هذه التكتلات الدولية أصلا العراق دائما كان في تاريخ سباق لتأسيس المنظمات الدولية حتى في ملسألة الجامعة العربية في منظمة عدم الانحياز منظمة أوبك هو المؤسس فهذه المنظمات مية بالمية ستكون لها انعكاسات وفوائد متنوعة ومتعددة على البند أبسطها هي طبعا كمؤسسة لها أهداف لتنظيم الاستثمار والتجارة ومثل ما تفضل الدكتور هما أسسوا بنك اللي هو الـ NDP الـ New Development Bank برئيس مال كبير جدا لغرض دعم الاستثمارات ودعم التجارة في الدول الأعضاء وكذلك مع الدول العالمي الثالث المختلفة كذلك رح يكون إلى فائدة أنه يبعد العراق أو يجعل العراق خيارات أخرى بدل انزواء في زاوية المنشأ المؤسسة الغربية اللي عانى منها العراق كثيرا من خلال فرض الحصار ومن خلال ما بعد الحصار وبعد 2003 إذ لا تزال يعني فرضون كثير من التحديدات على العراق للاستفادة مباشرة من أمواله وتسيرها بالاتجاه المناسب لخدمة اقتصاده وتطوير يعني البلد وستحاجة المواطنين فالعراق يستفيد يستفيد من خلال مشاركة هاي الأعضاء واللي يعني للأسف احنا افتقدناها الاستفادة من المنظمات الدولية بعد 2003 بشكل كبير جدا وهذا يعود لأسباب هستمرت نتناقش بيها بس ضروري أن العراق يعد عدة جيدة من الخبراء والاختصاصيين اللي يجيدون أيضا عمليات التواصل وفق المنظور العالمي الحديث باستخدام التكنولوجيا ومكوناتها من أجل أن يخلق فرص أما فرص استثمارية يستقطبها إلى داخل البلد للتنمية أو فرص استثمارية هو يستثمر بيها بالخارج من أجل أن تكون عائدات دخل قومي إضافي للعراق في حالة تعثر النفط لأي سبب كان يعني العراق إلى اليوم أذن دكتور شنو يمنع العراق من الانضمام إذا أذن شنو يمنع العراق من الانضمام إذا نتحدث عن كل هذه المزايا في بلد ينتج أربعة مليون خلي نقول بالمعدل يوميا لكن انضمام بهذه المؤسسات رح يطور حتى مؤسساتها المالية جيد جيد دكتور نتمنى أنه شوية بالعراق يصير الانفتاح والخروج من الهرمية والخروج من العمودية في البناء الدولة يعني العراق ماذا يعاني الآن على مدى عشرين سنة طبعا هاي العشرين سنة هي امتداد لأربعين سنة مضت اللي هي امتداد نظام شمولي الآن احنا تحولنا من نظام شمولي ومعروفة سياساته إلى المفروض نظام ديمقراطي ولكن سياساته صارت اكثر سوءا من النظام الشمولي ليش لأنه دائما هناك جهة واحدة تسيطر على كل قرارات البلد في كل مكان يعني الآن احنا نريد تحرك على بريكس المفروض اكو مؤسسة اخرى تعمل بخبراء مختصين من اجل كيف ننظم الابريكس هذه ما تكون مهمة اضافية على وزارة المالية او على وزارة التجارة او على وزارة التخطير او على البنك المركزي ليش لان هذه مؤسسات اصلا منهكة اصلا مؤسسات مشاكلها كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى وبالتالي هي مغارقة في حل مشاكلها ما بتقدر الآن تمتلك وقت حتى داريد نقول اقل شي للنظر في كيفية الاستفادة والعمل ضمن هذه المؤسسة الدولية هذا ما نقول لو نتمنى الانضمام ضروري وتفضل الدكتور باسباب والاسباب واضحة تخلق للعراق فرص استثمار تخلق لحرية تطور كفاءاته من خلال الاحتكاك ينفتح اقتصاديا على دول الآن هو من عزل عنها مثلا وبالتالي يساعد على تنمية اقتصادية تطيح حرية لربما مثل مدينة يجب استثمارها واضح لتمويل مشاريعنا الاستثمارية اللي يحتاجها العراق دكتور صوتي واضح يم جنابك نعم انا اسمعك انا اسألك اذا تنطيني مجال المناقشة اذا ذكرت كل هذه المزايا شنو اللي يمنع العراق من الانضمام اليوم وايضا رأيي دكتور كان حتى لو انضم العراق ربما سيكون عنصر غير فعال او غير ناشط في هذه المجموعة نعم صحيح ليش هو اللي يمنع العراق شنو هسا لو انا اتفقت معاك من الذي من الذي يتولى دراسة الملف واعداد ملف الانضمام من البنك المركزي هل البنك المركز الان بكفاءات مفرغة بما يكفي لغرض دراسة هذا الموضوع والانضمام هذا واحد رقم اثنين هل انه في وزارة المالية هل في وزارة التخطيط لا المشكلة هذه مثل ما ذكرت وزارات ما عدتها ولذلك هي ابصد ما يفيدنا ان تركها وتترك الموضوع لان هي غارقة في مشاكلها لكن احنا عدنا دولة وعدنا رئاسة وزاراء رئاسة وزاراء تتبنى تأسيس هيئة او مو هيئة لجنة مختصين كبار لدراسة واعداد ملف الانضمام بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي الحكومة هذا رح يساعدنا زين اذا ضمينا وفق الرؤية الحالية آنمية بالنسبة مع الدكتور ما رح نستفاد ليش الكفاءات الموجودة سوف لن تكون مساهماتها اكثر من حضور مؤتمر العام والاستمتاع بالاسبوع السفر ومشاهدة ما مشاهدة لكن هل ستذهب بملفات معدل الاستفادة لمشاركة الاستثمار هل ستبحث من خلال البنك على الفرص الاستثمارية لزج العراق بها وتشغيل جزء من اموالها حتى تحققنا عادات بالمتقبل انا متأكد لا ليش لان الناس بالهيكل الاداري احنا نعرف تعيينهم اجمد باي طريق وهؤلاء غير مهيئين لا لدراسة ملفات عالمية تعد وفق المعطيات الحديثة بالتكنولوجيا ولا التواصل معها بشكل يعني جيد وبالتالي يعني نفقد الفرصة الاستفادة جيد دكتور محمود عود الحضرتك لما تكون دول مثل الامارات ومصر والسعودية مشاركة منضمة لهذه المجموعة ويكون تكون مشاركتها فعالة شنو يمنع العراق اليوم ان يكون فعال وشنو اختلاف عن هذه الدول اللي تحدثت عنها ومثل ما ذكر الدكتور ايضا هناك خلل في مؤسساتنا المالية شن تقيم اكرر لا يوجد ما يمنع وزارة الخارجية لديها دوائر مختصة بالجانب الاقتصادي وبالعلاقات والتعاون مثل ما ملف الانضمام الى البنك الاوروبي تم انضاجة واستطعنا الحصول على عضوية في باعتقادي من ناحية الانضمام لا يوجد ما يعوق الانضمام مطلقا لكن المهم مو الانضمام فقط المهم كيف نستفيد من البريفلجز اللي يمنحها ان هذا التجمع الاقتصادي العالمي يعني انت دول مثل الامارات تصدر وتستورد مع العالم كله مصر عدها صادرات واستيرادات مع العالم كله وعدها استثمارات خارجية مثل ما الامارات عدها استثمارات خارجية المهم البلدان تختلف في مراحل النمو لكن كل واحد اذا استطاع ان ينضج ويهيئ ملف الانضمام المرفق بمشروعات ومقترحات فعالة للعراق اعتقد نستطيع الاستفادة يعني حتى لو مو بالامد القصير بالامد اريد اسألك متى يكون العراق جاهزا للانضمام بهذا المجموعة ويكون مؤثرا بالنضمام العراق مو يقول لك مجاهز هو الانضمام كعملية مو مشكلة لا ريد يكون مثل مشارك يكون مؤثر اي ان يكون مؤثر مثل ما قلت لك اقتصاد يجب ان يتنوع علاقات الخارجية بالتجارة بالاستثمار ليش هسا احنا العراق يعني يمكن خلال هالسنتين شوية اشهدنا حركة بالاستثمار الاجنبي لكن دائما اكو تمنع من دخول الاستثمار ولا تنسى العراق في منطقة ساخنة يعني الان حتى المستثمرين العراق في منطقة ساخنة نعم يشوبها عدم الاستقرار السياسي والاقتصاد لا يستطيع ان يعمل مطلقا مع عدم استقرار سياسي جيد دكتور حتى انتقل على الصعيد الداخلي شون تقيم اداء البنك المركزي والمؤسسات اللي تحدث عنها دكتور حسين نعم واداءها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي يعني يمكن دكتور حسين تفضل وادلا بدل وفعلا احنا نحتاج مزيد من العمل اكو مشاكل عدنا غير محلولة عدنا مشكلة عدنا مشكلة عدم استقرار العملة الى حد ما عدنا مشكلة كبيرة اللي هي ان جل اراداتنا من صادرات النفط توزع رواتب وتذهب الى السوق لاستيراد سلع اجنبية بالتالي عملية التنويع الاقتصادي اللي انا اقول هي الوحيدة او هي الكفيلة بان تجعلنا قادرين ان نستفيد من هذا التجمع شوية عدنا بطيئة جهود اكو نوايا طيبة موجودة لكن احنا مغرقين بالسياسة السياسة ماخذة من عدنا شورت كبير ومعرق لكل الوضع الاقتصادي جيد بذل النقطة خلي انتقل لدكتور حسين دكتور حسين عملية التنويع كيف لها ان تنجح في العراق لماذا لم يتم التحرك بهذا الاتجاه وايضا اسألك هل العراق اليوم مكبل الاموال العراق اسيرة الفيدرال الامريكي ام انه يستطيع التحرك باريحي شكرا جزيلا نستاذ على سؤالك هو اولا العراق مكبل لو بدينا بالاجابة من الاخير بشكل كبير جدا للاستفادة من امواله لكن ايضا في هذا جانب يرجع على الجانب السؤالين اللي قبل اللي هو هو العراق ادارة الدولة بعد 2003 بصراحة دمرت البنى التحتية للدولة العراقية وليس للنظام السابق يعني شايفش الون هو شنو اللي صار بالدولة العراقية دمرت البنى التحتية للدولة ومؤسساتها وخبراتها يعني الناس اللي انفق عليهم ودرسوا وتعلموا المهنية في مؤسساتهم اخرجوا جيئ بناس لا يرتبطون بهذه المؤسسة يعني احنا بالسابق في وزارة وزارتين ثلاثة ممكن ان تنسب الى اي جهة من خارج لكن اغلب الوزارات المهنية والخدمية تنسب لناس هؤلاء الناس ترعرعوا ضمن هذه المؤسسة بدرجاتهم الوظيفية من الادنى الى الاعلى فيعلموا كل كبيرة وصغيرة حتى انه احنا كنا نشهد ناس يبقون في المركز الوظيفي في الادارة اكثر من الوزراء والمسؤولين الكبار ليش لان ذول من يمتلك الخبرة والمعلومة وخلي نقول البروتوكول الرسمي لادارة الدولة هذا كل افتقدنا في العراق بعد 2003 وجاءت ادارات هاي الادارات ولدت الشك لدى الادارة الامريكية اللي خلتها تحرص على ان تحجز اموال العراق ليس طمعا فيها امريكا ليس بحاجة الى 100 مليار دولار هي صرفت على اسرائيل بهاي السنة ما يعادل المئة مليار هي اوكرانيا لكن وين المشكلة المشكلة انه الاداء العراقي خلال 20 سنة ما بين اي اضافة تقدر تقدرها على انها انجاز في العمل ابدا ما كان موجود يعني تخيل في دولة الى الان بعد 20 سنة وانا ممكن اطلع لك اعلان من الوزير الاول للثاني للثالث في الصناعة كان يدعو الى الاستثمار والاستفادة منها المعامل المتوقفة والاستفادة منها للتصدير ولحد الان ينادون بنفس المعامل من اجل منحها للاستثمار بحيث حتى انتهت السبب انا قلت لك اياها الهرمية العالية العمودية هذه دمرت الدولة العراقية واضح جدا دكتور دكتور وقتنا للملف الاول انتهى انتظر من جنابك ودير مجموعة الخبراء لتكنولوجيا الطاقة والمعلومات الدكتور حسين البهاد لاشكرك جزيلا الشكر والخبير الاقتصادي دكتور محمود داغر شكرا جزيلا لجنابك اذا مشاهدين ملفنا الثاني رح يكون عن تحرك العراق لالتفاوض مع الشركات العالمية لتشغيل رخصة الفايف جي نفتتح هذا الملف وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي تسعى وزارة الاتصالات على إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الرصينة في مجال الاتصال على تفعيل تقنية الجيل الخامس في العراق حيث سيتم أطلاق المشروع خلال الأشهر القادمة حسب ما ذكرت الوزارة بعد إقناع المشغلين العالميين للعمل في البلاد باعتباره بيئة أمينة وجاذبة للاستثمار فضلنا عن سعي الحكومة لتقديم خدمة متطورة للمواطنين فلابدو أن تصير أكو تطور حتى نواكب الدول الموجودة من ناحية الأنترنت لأن أكو عدنا ضعف قليل بالأنترنت داخل العراق والجيل الخامس إذا الحكومة أسعت إلى وكمل بإذنه تعالى أعتقد أنها ستكون خطوة تحسب لهم خاصة هم هذه الحكومة حكومة التطور وحكومة بناء لأن حكومة السوداني تجتهد بهذا الشيء دخول شركة وطنية لقطاع الاتصالات خطوة يراها مواطنون بالاتجاه الصحيح من خلال توفير خدمة اتصال متعددة للمشتركين وخلق منافسة قوية بين الشركات المحلية لتقديم أفضل العروض المناسبة للزبائن إضافة إلى تحقيق مردود مالي إلى خزينة الدولة خطوة جيدة تفتح شركة اتصالات تنافس إلى باقي الشركات يعني عدك أسأل باقي الشركات يعني خدماتهم يعني يأخذون هواي رسي يعني يأخذون هواي رسي خاصة خدمة الانترنت والفورجي وذن كل يأخذون هواي أكثر من لازم لأن هذه كل حكومات العالم تعتمدها لأن حتى يصير هم تنافس زادا الشركة الحكومية تعتبر رقابيع على الباقيات وموضوع الاتصالات صار هو يعني الشريان الحيو بالعالم كل بالوقت الحالي يعني أول قطاع أول قطاع تتنافس عليه بالعالم كل الحكومات العالم كله هو قطاع الاتصالات لأول مرة في تاريخ العراق ستكون هناك شركة اتصال حكومية تعمل بتقنية حديثة وسرعة هائلة للأنترنت تدعم التحول الرقمية والأمن السيبرانية والذكاء الاصطناعية بتقنية الفايف جي من بغداد شايبان سامي قناة الأيام الفضائية إذن مشاهدين نناقش ملفنا الثاني مع ضيوفنا الكرام خبير الاتصالات والتكنولوجيا الدكتور عمار العيتاوي مرحبا بحضرتك دكتور أهلا بجنابك وعبر سكايب عضو مجلس الأمناء السابق في هيئة الإعلام والاتصالات أستاذ سالم أشكور مرحبا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا دكتور عمار عبد للتحول من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس الحكومة الحكومة تلتج أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تقدم خدمات أرخص من الشركات الموجودة حاليا قبل أن نتجاوز يعني تحدثت عن أهم مؤسستين اللي هي التقاعد والحماية الاجتماعية اللي هي تمس مساس مباشر قوة المواطن الضمان الاجتماعي اللي هو فقط يعتمد على هذا المصدر تستطيع هذه الدوائر اللي ذكرناها نتغطي في حال فشل المشروع شنون النتائج اللي رح تنعكس على المواطن هو كصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي يعني هو داخل كاستثمار وهذا شيء معمول به أكثر الدول من خارج بي أن تستثمر والهدف من عنده تعظيم موارده لكن من تستثمر أكيد من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية المفوض يكون مشروع ناجح ورابح يعني هم أكيد تطلعوا على دراسة الجدوى وأتمنى أن تكون دراسة جدوى ومعدة بطريقة صحيحة بحال يكون العائد الربحي يعني مقارنة بحجم الاستثمار يكون مجدي وإلا يعني خطورة جدا رح تضطر الدولة تتعزز وتدفع وهذا مو مبدأ استثماري صراحة أيضا المشكلة الآن يعني هو المشكلة وين تحدي نلجأ الجيل الخامس يعني شبكات الآن الموجودة هي الجيل الرابع الجيل الرابع المفهوض سرعة تبادل البيانات المفهوض هي 100 ميجا يعني إذا كجيل لكن المعدة الآن الموجودة مثل 30 ميجا حسب التطبيقات الموجودة والاستخدام الحالي إنه بالعراق يعني كمواطنين وكتطبيقات احنا بنحتاج هاي السرعة العالية ما تتجين خامس يعني تعرف حضرتك تتجين خامس كشبكة هي هاي شبكة المستقبل للتطبيقات الحديثة مثل سيارات ذاتية القيادة تطبيقات لذكاء السرعة المعقدة وكثير من تطبيقات الـ IOT وغيرها وغير التطبيقات المعقدة الآن إحنا بعديها هاي موجودة فالجدوى من عندها حتى وإن انشئت وصال عندنا شبكة جيل خامس أنا متوقع بالبداية حصل إقبال عليها بالمواطن يحب يجرب شي جديد بضابط لكن ورحبين تأثيرها إنت المراحل شاهد موفي مثلا فيلم معين XG تحتاج أنت 500 جي زيال وإذا بالفور جي تنطيك 30 ميجز لكن المفروض نحن نركز الآن الشبكات الموجودة حاليا يعني نحس من خدماته أيضا ندعمها بحيث نقلل كلف هذه الخدمات إحنا لدينا مشكلة جودة الخدمة زيال نشوف ليش الشبكات الآن موجودة الفورجي مقاصر زيال لكن ما مستخدم كل كفاة دكتور إذا تسمح لي أستاذ سالم أرحب بحضرتك مرة أخرى وأسألك شون نشوف اليوم توجه وزارة الاتصالات إلى التحول أو الرغبة بالتحول من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس وأيضا عن حاجة المواطن بالتالي اليوم نحن نتمنى أنه نشهد انترنية وجيل خامس بالعراق لكن هل هناك حاجة فعلية مقابل الأموال التي ستبذل على هذا المشروع تفضل تعرف أن الصين بدأت تجربة الجيل السادس الآن وسيدخل حيز التنفيذ والاستخدام العام خلال الثلاثة أو أربعة عوام ونحن ما زلنا في الجيل الرابع والأعرج جيل الرابع أعرج ليس جيل رابع حقيقي هناك مشكلة حقيقية في الانترنت في العراق اسمه جيل رابع لكن الخدمة سيئ جداً هناك شكاوى دائماً ولذلك أسباب ويطول الحديث والبحث فيها الآن لكن أنا أسأل إحنا اقتصاد اشتراكي نظام اشتراكي أو اقتصاد حر هذا سؤال رئيسي ومفصلي في الاقتصاديات الحرة الدولة لا تقدم خدمة القطاع الخاص هو الذي يقدم الخدمة والدولة تراقب تنظم وتراقب وتحاسب على التقصير في أداء الخدمة الشركات الموجودة شركات الاتصالات الموجودة قطاع خاص حالياً لماذا إضافة شركة نسميها وطنية وهذا الاسم أنا برأيك يعني اسم خادع اسم خادع شلو يعني وطنية شلو يعني وطنية أي قطاع عام عندنا إحنا يستطيع الآن أن يقدم خدمة حقيقية الخدمة الشركة الخاصة عندما يحدث هناك الخلل في أحد الأبراج تبادر إلى إصلاحه خلال ساعات ربما أقل خلال ساعة ساعتين لكن الشركة العامة هذا موظف لا يهمه أن يتم الإصلاح بشرعة وقد ينتظر رشوة حتى يبادل بأداء واجبة هل إحنا شبكة الأرض اللي كانت هل كان الانقطاع فيها في الخطوط يتم إصلاحه بشرعة لا دائماً في ظل تفش هذا الفساد في ظل ترهل الإداري في ظل الروتين الموجود المؤسسات العامة لا تقدم خدمة جيدة أبداً مثل ما صار مع شركات الاتصالات وإلى الآن الدولة تطلبهم مليارات من قال أنها مليارات الدولارات أولاً لا وجود لتأكيد على أنها مليارات الدولارات نعم الرخصة قيمتها قد تكون مليار قد تكون أقل أكثر ولو أن الاتجاه العالم اليوم في الدول الاقتصاديات الحرة هو تقليل سعر الرخصة لكي تمكن الشركات من تقديم خدمة بأسعار منخفضة الشركات التي العاملة الآن هي لم تأخذ من الدولة شيئاً هي اشترت الرخصة بمليار ومئتين وخمسين في حينها بعد ذلك الأسعار بدأت تنخفض لأن كما قلت لك الاتجاه العالمي هو لتخفيض أسعار هناك مشاركة في الأرباح مشاركة في العائدات من قبل الحكومات أو الهيئات المنظمة العراق يأخذ من الشركة الوطنية مسمى وطنية يعني وطنية أقصد ملكيتها العراقية تأخذ 15% من العائدات وليس من الأرباح بما يقترب 50% من صافي الأرباح هذه تأخذها خزينة الدولة من خلال هيئة العلام والاتصالات لا شيئ لكن تقول لي أن هذه الشركات أدت عملها ووظيفتها قدمت خدمة جيدة أقول لك لا تسألني لماذا أقول لك لأن الفساد هو الذي يعيق تقديم الخدمة هذه الشركات تستظل بسياسيين وبمسؤولين لكي يضمنوا لها الغطاء وعدم المحاسبة من قبل هيئة إعلام والاتصالات مقابل مصالح معينة تؤديها هذه لأشخاص أو لأحزاب أو لكتل معينة وهذا ما شهدناه خلال السنوات المشكلة خلينا نرجع لموضوع الجيل الخامس والرابع ليش ما اليوم نضبط الجيل الرابع حتى نفكر بالانتقال إلى الجيل الخامس هذا ما أقوله سأقول أن حتى لو جلدنا الجيل العاشر بوجود الفساد وعدم المحاسبة وعدم محاسبة الشركات لن نستفيد شيئا ستبقى الخدمة عرجاء دائما ما نريده هو أن تكون هناك خدمة جيدة خدمة جيدة لا تأتي من مؤسسة عامة واستحيل طيب وبعدين هناك تناقضات في حديث السيدة الوزيرة مع احترامي الكامل وتقديري لشخصها الكريم لكن أنا أتكلم عن أداء وعن تصريحات مرة تقول العائدات تعود كلها إلى الدولة وهذا كلام يراد بي خداع السدج حقيقة طيب شون ترجع العائدات للدولة وفي نفس الوقت تقول أنه تم تشكيل لجنة لجلب شركات شركات عالمية مرموقة طيب شو رح تسوي هاي الشركات شين وظيفتها وأكون شركة رح تجي تشتغل في سبيل الله وتقول الأرباح كنت تفضلوا واخذوها فيها دولة وين أكون شي شنو معنى الشركة الجاية تدخل شريكة يعني أنا طلعت على تفصيل المقدمة ممكن جهز بنا تحتية هذا كلام لا طائلة له لا يمكن أن تقبل أي شركة عالمية بالشروط التي وضعتها الوزارة جاي إذا تسمح لي دكتور عمار أرجو على حضرتك أستاذ سالم يعني وضح نقطة مهمة جدا وقال أنه الشركة أو الحكومة لا تقدم خدمة مثل ما تقدمها الشركات الأهلية بالتالي اليوم أي عطل نشوفها يصلح في ساعة أو ساعتين في حال لو كان القطع الخاص يعني يلتزم هذا الموضوع هل تستطيع الحكومة أن تنجح فيما لو ذهبت بالاتجاه نحو الجيل الخامس وبرعايتها في توفير خدمة والسيطرة عليها وتقدمها بأفضل شكل الموضوع يعني صراحة أتفق بالحديث مع السيد مشكور سالم مشكور في كلامه مثل ما أتفضل أول شيء هي الوزارة قادت هي شركة وطنية وزيان نفس الوقت قادت أحنا راح ندور ونجيب شريك مشغل يعني راح نشغل أحنا كمواطنين كمستخدمين ما راح نشوف الوزارة راح نشوف المشغل هو اللي راح يتعامل ويانا زيان وين الوطنية بالموضوع الرخصة يعني هي شركة قطع خاص والمستثمر عفوا قطع عام شركة السلام والمستثمرين أموال التقاعد والضمان الاجتماعي موقع الوزارة يعني هسه شنو حاطيها شنو دورها ش راح نشوي زيان يعني متى عرف شنو دورها مجرد حلقة إضافية قال الأجدار الأجدار أنا شوف من وجهة نظري الحكومة إذا تريد تستثمر هذا قطع يشكل يعني شركة استثمارية أو صندوق استثماري مثل ما سويت السعودية الإمارات شكله صندوق استثماري سيادي وهاي الأموال الاستثمارية السيادي يكون إلى مجلس إدارة يشغل مشاريع استثمارية يعني يأسس شركة مثل حال حال قطاع الخاص ويدخل في منافسة مع الشركات الأخرى سوى كان في قطاع الاتصالات أو القطاعات الأخرى ممكن الحكومة تقصد أنه هذه الشركة تكون مشاركة أو شركة استشارية أو شركة تجهز البنى التحتية أو شركة مشغلة لا لا قاد شركة مشغلة المشغلة هي راح تكون مسؤوليتها إدارة وتنفيذ والتسويق أيضا المفروضة كان شركة مشغلة دور الحكومة شنوه هل راح تدخم بالتسعيرة هنا سوال يعني راح تجبر الشركة المشغلة بيتقول الآن التارف مالتي أو التسعيرة للمكالمات تخليها بقيمة معينة وهذه القيمة يجب أن تنافس المشغلين الموجودين حاليا زين الشركة المشغلة بالنتيجة إذا كانت شراكة وياها أكيد يتحقق أرباح فرح تقبل رح تقبل ضمن شروط الوزارة وتخلي قيمة يعني السعرية أو قيمة للمكالمات أو تسعية المكالمات تكون تحقق يعني ما تحقق أرباح أو ممكن تكون تحقق خسارة يعني تعرف أن الشركة رح تدخل الشركات العالمية أنا أشك أشك رح تدخل أسماء عالمية من شركات معروفة على مستوى العالم يعني رح تدخل في شراكة أو مهتمة بهذا الموضوع وأتمنى حتى لشفافية الموضوع الوزارة تعلمنا لنحشركها هسا أنا كموظفة ما جاء شركة خلنا نعرف لين شركات العالمية اللي تشكلوا اللجنة واللي إلها اهتمام تدخل في شراكة مع وزارة دقيقة ذات أستاذ سالم على هذا الحشي بس اسمها الوطنية يعني وتفاصيلها مو وطنية وين الوطنية بالموضوع نعم أنا قلت يعني هي مجرد لخداع الرأي العام والناس نعم نريد شركة وطنية الشركة الحكومية لا تقدم خدمة جيدة يا دوب احنا مفتدين بالفساد ومعالجة مشاكلنا لابد من قطاع خاص يحظى برقابة وتنظيم رسمي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات وتكون هناك محاسبة على احنا عدنا شركة اتصالات لحد الآن بقية فلوس الرخصة لأولى من قبل السبب طاع السلام لمسجدتها وهناك مسؤول صاحب الشركة العائلة المالكة اللي تملك الشركة تتدخل دائما في السلطة التنفيذية وغيرها لتضغط على الهيئة وتغذر نظر عن البقية الرخصة بقية قيمة الرخصة لابد من قطاع خاص وأداء قطاع الخاص أفضل وترفع التدخلات عن هذه الشركة أما أنه شركة تؤسس شركة السلام احنا عدنا شركات مليانة فساد الحكومية تجيب شركة الأخرى تصير بوابة جديدة للفساد وبالنتيجة تروح فلوس التقاعد وفلوس الضمان فلوس الناس تروح والشركة تفلس والشركة الأجنبية تحكمنا نحكم الاستثمار الدولية بربما مليار دولار مليارين دولار والنتيجة هذه ستكون لا خدمة وليفلوس راحة زين الدكتور اللي تساءل اليوم يقول لك هسا اليوم تعال أنا كحكومة أجيب شركات وطيها الجمل بما حمل وأنا شنو دوري هنا أنا كم متفرج فقط أنا قلت هذا التناقض مرة يقول لا الوزيرة تقول العائدات بأكملها ستعود للدولة طيب ذلك الشركة الجاية شنو منظمة خيرية مثلا تجي تقدم خدمات مجانية لوجه الله ويعني هي السيدة الوزيرة مع ترامي مرة ثانية لشخصها هي عقلية اشتراكية وتريد كل شبيد الدولة والدولة انخرها الفساد والدولة فيها روتين والدولة لا تستطيع أن تقدم شيئا ومع ذلك منذ كانت مستشارة لوزير الاتصالات قبل 15 سنة هي كانت دائما في مناكفة مع هيئة الإعلام والاتصالات وتريد أن تحصر الأمور بيد الوزارة والوزارة هي تعرف والوزير أحد الوزراء هو الذي قال لدينا مدراء عامون ودينا مسؤولين وزارة هم ينسقون مع الشركات وهم يتهاونون مع الشركات لقاء رشاو ويأخذونها وبالتالي هذا بوجود الفساد أولا لدينا دستور يقول هيئة الإعلام والاتصالات تتولى تنظيم الاتصالات وإعطاء الرخص شنو معناها تيجي وزارة تريد رخصة وتجيب شركة أجنبية فشنو يعني ما أنا صعب على الفهم حتى الآن وكل رئيس وزرائيج يقول لا إحنا اقتصال حر ويجب أن يكون قطاع خاصة لدوره ثم نرى أن هناك استاذ سالم ذهاب وزارة الاتصالات لإعطاء رخصة لوزارة الاتصالات بدل هيئة الإعلام طيب رح تدفع باقي ننصف دقيقة استاذ سالم ذهاب وزارة الاتصالات ستدفع أجور ترددات إذا كانت بدون ترددات يعني هناك عدم عدالة لأن هناك شركات خاصة تدفع مبالغ طائلة للترددات هناك شركة حكومية لا تدفع للترددات وزارة الاتصالات في ذهابها بهذا الاتجاه هل تعتبر مجازفة كون المبالغ التي تحدثنا عنها تحتاج إلى مليارات أم هي حاجة حقيقية اليوم لا أدري إذا كانت تحتاج مليارات لكن هناك مشكلة مثلا رئيسية البناء التحتية وين نحن عندنا كل شركات حالة فوضى ببناء الأبراج كل دول العالم كل البشر عادة تجي شركة تتأسس ربما الآن أستاذ عمار طرح طرح جيد أنه صندوق استثماري تؤسس شركة من أموال هذه من أموال الضمان والتقاعد الشركة تقوم بنصب أبراج تقدم خدمة لكل الشركات مو كل شركة تجي تنصب أبراج دمرين البيئة مشوهين المنظر كل واحدة تنصب برج واحد عادة هناك شركة تقوم بنصب أبراج تغطي كل المراطق وتبع أجهزة الاستقبال والإرسال لكل الشركات عليها مقابل مبالغ معينة انتهى وقتنا المخصص عضو مجلس الأمناء السابق في هيئة الإعلام والاتصالات سالم مشكور أشكرك جزيل الشكر وأيضا خبير الاتصالات والتكنولوجيا الدكتور عمار العيتا وشكرا جزيلا لحضرتك إذن مشاهدين ختام حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة X عن إعلان المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله استشهاد القائد السيد هاشم صفي الدين نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين نلتقيكم غدا بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة